أهلا بحضراتكم مرة ثانية الحقيقة كلام عن السمنة وتحديداً السمنة المفرطة يعني لم ولن ينتهي لأن احنا من الكلام على مشكلة كبيرة بيعاني منها كثير جداً من الناس والموضوع دليل إنعكاسات في غاية السوق على كل المستويات على الصعيد الصحي في صورة أمراض بقى زي السكر زي هشاشة العظام زي الكوليسترول زي الضغط إيه لآخره وكمان نفسياً لأن الشخص اللي بيعاني من السمنة المفرطة أو من تجمع الدهون في أماكن معاناة في الجسم اللي هي بين قصين الكرش يعني سواء لرجال أو للسيدات على فكرة كلام يشمل الجنسين فده بيبقاله برضو إنعكاسات سيئة جداً على الحالة المزاجية والحالة النفسية وكمان ممكن يضرب في قدرة البني آدم أو في ثقة البني آدم في نفسه فتعالوا نتكلم عن كيفية النزول الأمثل في الوزن بشكل صحي وبشكل آمن وطبعاً الكلام عشان يبيحلوه لازم تكون معانا فيه الدكتورة دين أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشلز اللي دايماً الحقيقة بتعرفنا كل كبيرة وصغيرة متعلقة بهذا الملف يا صباح الفول عليك دكتور يا صباح الخير يا كريم إزايك عامل إيه؟ الحمد لله ماشي الحمد لله ناس كتير من أصحاب الكروش بشكل خاص متضايقين جداً من هذا الأمر حتى كمان على صعيد الشكل نهيكي بقى عن إنعكاسات تراكم الدهون على الصحة العامة للجسم وانتي طبعاً قدرى مني بهذا الأمر مليون مرة فالسؤال المعتاد والتقديدي هل فيه طرق آمنة للتخلص من الوزن الزائد؟ طبعاً فيه طرق آمنة من التخلص في الوزن الزائد وموضوع تمركز الدهون في منطقة الكرش فعلاً بيدي إنعكاسات نفسية رهيبة وإنعكاسات صحية أهرب يعني موضوع السمنة كمان مش بس مقتصر على فئة معينة احنا بتشوف جميع الأعمار ده احنا بقينها نشوف أطفال دي مصيبة بالنسبة لي دي كرسة أن طفل يكون عنده سمنة لأن الأطفال لازم دي بزرة فلازم نرعيها صحة ونديها الأكل الصحي الصحة عشان ما يحصل لاش مشاكل زي ما قلت يا كريم في الموضوع السكر وموضوع الضغط وموضوع حتى التنفس موضوع الصحة النفسية موضوع الشاشة العظم الكوليسترول يمكن اسمنا باب رئيسي لأكتر من 20 مرض طيب إيه لطريقة الأمنة أن أنا أخس فيه ناس كتير بتقولك إحنا عايزين نخس بس مش عايزين نتحرم الأكل ودي بتبقى معادلة صعبة أن أنا أعرف أخس من غير حرمان شركة باو ناتشرالز قدمت منتج رائع مرخص من وزارة الصحة المصرية وده بيديك الأمان أنك تاخد منتج بيخسس مرخص من وزارة الصحة المصرية بمعنى كده أنا ملوش أي أعراض جانبية منتج نقدر ناخده لأنه عبارة عن ألياف أي حد عايز يخس لازم يقطر الألياف في أكله يقلل الملح في أكله يقطر البروتين في أكله ويقلل النشويات والسكريات ده مهم جدا وينام كويس يعني بتلاقي كمان مريض السمنة ما بينامش كويس لازم ننام كويس لأن النوم الثمان ساعات في اليوم ده دي توكسيفيكيشن للجسم طيب إزاي هنعمل ده طيب أنا عايزة أقلل الشرهاب بتعتي وأحرق الدهون إزاي ده بمنتج بيستا بيستا منتج عبارة عن ألياف مكونات طبيعية من أهم الألياف اللي داخل منتج بيستا اللي تقدر تتحكم لي في معدل الشراهة بتاعتي ردة الأمح وكشور السليم دول مهمين جدا وكشور والشوفان الثلاث ألياف دول داخلين جوة بيستا زي ما أنا شايف على الشاشة كورس بيستا عبارة عن بيستا مع مالتي فيتابين لأنه على طول بقول أي حد ده هيعمل دايت أو هينقص في وزنه لازم يعود نقص الفيتامينات والمعادن بمالتي فيتامين طيب أنا برشح أي مالتي فيت أنا برشح قلب مالتي فيت لأنه ده دخله 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن وأكيد كمان الشركة بتدعم جدا بالقهوة الخضرة لأنه بتزود جدا سرعة الحرق مع فيتامين دال كمان بتطلع كدوق من الشركة فده مهم جدا جدا عظيم طيب الناس اللي عندها الأمراض اللي احنا كنا نتكلم عنهم من شوية فكرة الكوليسترول العالي فكرة الضغط المرتفع فكرة يعني فيه أمراض بعينها اللي مش فاهم قوي زي حالتي ممكن يعتقد أنه ممكن يبقى ليه نظام خاص لما يجي يخس كلام ده صح وليس مضبوط بس يا كريم هو فيه بعض الأمراض أكيد بتقدي إلى زيادة وزن عشان كده بقول لازم الستات اللي بتتفرج عليها تتطمن على الغضة الضرقية يعني لازم تعمل تحييل هرومولات الغضة الضرقية وتتطمن أنه ما عندهاش قصور في الغضة الضرقية فيه بعض الأدوية بتعمل على زيادة وزن زي الاستيرويدز الكورتزونية أنا أفت لمواطعتك يا دين بس قصور الغضة الضرقية في حالة السمنة معناها أن الغضة مش شغالة كمان بالزبط فبالتالي الوزن بيزيد بالزبط مش العكس بالزبط وقتها أنا محتاجة دكتور يعني وقتها محتاجة دكتور الغضة تسمى بيزبط لي الهرمونز بتاعتي ده مهم قوي وده لا يتعرض مع بيستة يعني حد يقولي هل بيستة بيتعرض مع أي حد من أصحاب الأمراض المزمنة إطلاقا كل الناس تقدر تقتل يمكن الكونسورن بتاعي البسيط جدا لا قدر الله لو فيه فشل كلوي أو فشل في الكبد لا قدر الله دي أي حاجة بياخدوها تحت استشارة طبيب حتى المية بتتشارب وقتها بمقدار والبروتينات اللي بناكلها بمقدار لكن أي حد تاني ضغط سكر قلب أمراض في الغضة زي قصور الغضة الدراكية بياخد بيستة بكل أمان أنا فاكر أن أنا سألتك في مرة من المرات وكان في مجمل إجابتك قلتني ده بالعكس ده مريض السكر بصفة خاصة هيستفيد جدا من بيستة طبعا ليه لأنه دخله كروميوم الكروميوم بينظم لي مستوى السكر في الدم بينظم لي هرمون الأنسولين في الدم فلازم ياخد بيستة هيبقى كويس جدا معاه وهيبقى رائع معاه لما ياخد الكورس على بعضه لأن ألفا مولتي فيت اللي بيميزه أنه دخله كل فيتامين به كل عائلة فيتامين به فمهم قوي المريض السكر أنه يدعم جدا أعصاب لأن أكيد مريض السكر بيبقى شوية عنده التهاب في الأعصاب أكيد العملة بتوعكم سعداء جدا بتفصيلة أنه بيستة وبالنظام اللي بتمشه والشخص المعني عليه مش بتحرموه من حاجات اللي هو بيحبها طبعا فسنتم بتعمله حركة نميسة بتقفلوله المعدة مؤقتة يعني برضو شغل عالي اللي بيحصل بطريقة أمنة يعني بيستة بإزاي بيقدر يحجم حجم المعدة لأن الألياف اللي فيه مهم قوي إن بيستة بيتاخد قبل الأكل بنص ساعة تمام بتبتدي الألياف تاخد المياه وتنفش في المعدة فبدل ما المعدة بتبقى قد كده الحيس بيقل بيقل فلما باجي آكل بس ممكن بقى الحتة اللي فضلاني دي أملها باللي يعجبني أملها باللي يعجبني؟ آه طبعا ممكن أملها باللي يعجبني بس أنا أكيد بفضل إن احنا نبتدي بالألياف والبروتين وبعد كنا بتعرف الجملة اللي يعجبني دي ممكن توصل لفين في الآخر بقى ما عملناش حاجة آه يعني أنا برضو بحب قوي إن أنا أمشي نمط غذائي صحي ده مهم عشان الحياة وعشان فيه ناس يدين طبيعة شغولها وطبيعة وقتها اللي عيشها بالكامل فيه بره البيت بيتعرضوا الأكل اللي هو أنت تهم بقى الجانج فود الجانج فود والنوع ده من الأمور بص يا كريم يمكن أول ما بدأت يعني أشتغل في الميديا يعني بقى لي مثلاً 8-9 سنين كنت على طول مثلاً لو عندي بريك أكلم الجانج فود اللي حوالي تاك 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 ده فعلاً حصل أولاً تخنت جداً جداً سنياً مودي كان وحش قوي أولاً كنت سألت لي وقتها كنت أختار عليك بيسته أيوة ما كنتش لسه شغالة في شركة بايوناتش كنتش شغالة في شركة فالمهم بعد كده بقيت أنا أعمل اللونش بوكس بتاعي أحط فيه الحاجات المفيدة بدل ما أنا أبتدي أجوع ودور على أي حاجة أسد بيا شبعي أنا أسد شبعي باللونش بوكس بتاعي اللي فيه بروتين وفيه ألياف الحياة عندي اتبادلت بجد الحياة اتبادلت فعلاً فكرة اللونش بوكس وفكرة أني أنت تحطي حاجات مفيدة وآيتمز معينة فيها مش عارف مينرالز إيه ومعادن إيه وحاجات زي كده دايماً مرتبطة زهنياً عند ناس كتير بفكرة أن ده أكل ما يشبعش طيب دي فكرة خاطئة قوي اللي معتمد في أكله على السكريات والكاربس بيجوع بعديها بساعتين اللي معتمد على أكله في البروتين والألياف بيجوع بعديها بساعة ساعتين يعني اللي معاه مثلاً لونش بوكس وبيأكل منها حاجات معينة بين واجبتين رئيسيتين وحطت مثلاً كم جزرايا على كم خيارايا النوع ده من الأبو دي ألياف دي هتشبعه على فكرة ده ناس كتير برضو مش فهمة الحتة دي لما بيجي أكل كتير الكاربوهايدريتس بعدها بساعتين ليه بجوع لأن لما بأكل الكاربوهايدريتس نسبة السكر عندي بتاعلى في الدم فالإنسولين بيروح عالي قوي عشان يحرق للسكر فبيحصل وبوض في السكر فلازم أكل ده ما بيحصلش مع البروتينات في الألياف خالص لأنها بتشبع على طول بتشبع بالزبط طيب حد يقولي طيب يا دكتورة دين لو عايزين نبتدي بقى ناخد كورس بيستا هناخده ازاي هناخد كم ساشت في اليوم الحقيقة اللي أحسن مني يقدر يحدد الكمية اللي بتتاخد الأخصائيين العلاجين اللي موجودين في شركة بايو ناتشرلز طبعا الشركة حتى ظهر الأرقام على الشاشة ودي حاجة حلوة قوي إن الأخصائيين العلاجين بيتابعوا الحالة كل أسبوع يعني هم اللي بيرودوا على مكالمات العملاء بالزبط بيتابعوا الحالة كل أسبوع وده مهم قوي إن أنا أداب أتابع مريض السنة متابعة حتى أقدر أشجعه ده أخلي بالك الحافز والتشجيع بيدي له ثقة في نفسه أكتر هو لما بيجي أول أسبوع أنا ما قدرش أقول كل واحد هي ما بتبقاش استمبع كل واحد نشوف سرعة الحرق بتاعته نشوف الباديماس أنديكس كل واحد مختلف أقل حاجة بيخصها في الأسبوع يعني ممكن يبقى تلاتة كيلو مثلا أقل حاجة لكن هي بتتفاوت بين البني أداب والسن والراجل غير الست الراجل بيخص أسرع شوية من ست لأن القتلة العضلية عنده لكن غير المتخصصين اللي بيرودوا تليفونيا على مكالمات العملاء أو المتصلين أنتو كمان أعتقد عندكم أكتر من صفحة على السوشيال ميديا عندنا بايو بيستا على السوشيال ميديا بنقدر برضو نتواصل ونطلب الكورس وأكيد على فكرة هي بيستا أو قلب مالتي فيت هم موجودين في السيدليات سواء بيستا مرخص مدرسة الصحة المصرية سواء قلب مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء لكن المتابعة بتبقى صعبة وقتها فإزاي أن نقدر أخذ الكورس وتابع عن طريق شركة بايو ناتشرلز اللي أرقامها بحكم موجودك في بايو ناتشرلز وبحكم اطلاعك على الصفحة دي أو الصفحات دي بصفة مستمرة ومقابلتك مع المتخصصين اللي بيردوا على الناس هل فيه جمل أو عبارات معينة شبه سابتة الناس بيسمعوها من معظم المتصلين والله كل العمل بلاستثناء بيشكروا في شركة بايو ناتشرلز جدا وأنهم أخذوا الكورس ما حصل لهمش أي كومبليكيشنز ودي حاجة تهمني أن العميل يخص برضا وما حصل لهمش أن شكلهم تغير فيه ناس لما بتيجي تعمل دايت قوي والشهة بيتعب قوي الشعر كله بيقع وشاحبين وما فيش طاقة فالجملة اللي عجبتني قوي من الساد العملة أن احنا خسين وحسين عندنا صحة وعندنا طاقة وبالعكس الطاور زاد أكتر لأن أنا عندي مش بس بيستا أنا عندي قلب مالتي فيتل اللي بيدعملي جدا التمثيل الغذائي وبيدعمي الميتابوليزم أنه داخله فيتامين بي وطبعا داخل قلب مالتي فيت فيتامين سي مهم قوي فيتامين سي للمناع ومهم لعادة أو تعزيز نسبة الحديد فأعتقد أن شركة بيوناتشرالز حققت نجاح كبير قوي وعرفت تحط رجليها على أرض صلبة لأن احنا بقلنا شركة بقالها فقط سنة فقط والحقيقة منتجاتها رائعة وعند تجربة وكل سادة العملة مبسوطين من ستات ومن رجالة كمان عزيب طيب تعالي بقى روح لشوية أسئلة من السوشيال ميديا منهم سؤال من نسمة محمد بتقول أن عندها 33 سنة ووزنها 112 كيلو وبتعاني من الضغط فبتقول إلى أي درجة كورس بيستا ممكن يكون مناسب لها بتعاني من الضغط وعندها 33 سنة صغيرة جدا على الضغط ويريد تحلل السكر التراكمي بتاعها وتتطمن على نفسها أنها ما عنداش حتى ما تبقاش بري دايبيتك أو مرحلة ما قابل السكر ده مهمة أول برشح لها جدا كورس بيستا مع طبعا مهمة أولي أنها تتابع مع دكتور بطنة لو هتاخد أدوية الضغط ده مهمة جدا لكن قلب مالتي فيت أو بيستا أو كورس بيستا عمتا لا يتعرض خالص هتاخد إما ساشة واحدة أو اثنين ماكسما امتلاتة في اليوم قبل الوجبات الرئاسية هتقدر تتكلم عن طريق الأرقام الزهر على الشاشة والأطباء هيتابعوها وهيبشوها وهيضوها الكورس المناسب لحاليها زي الفل جميل طيب سؤال تاني من الأستاذ إيهاب محمود بيقول أنه عنده 27 سنة ووزنه 85 كيلو بيقول بس مشكلتي أن عندي دهون متراكمة في منطقة البطن أتصرب فيها إزاي؟ هي منطقة البطن أكتر دهون اللي واحد بيعاني منها ولو حد عنده في كذا حتة فيها دهون بتخس وبتيجي عند منطقة البطن دي بتاخد فترة شوية ده كان زمان من دي من مظاهر العز يقولك الكرش ده يعني الكرش ده زمان دلوقتي ما فيش الكلام ده طول ما انت مقفلات طول ما انت بصح أحسن فأكيد برشح له كورس بيستا وما فيش منع يعني لو يتمشى شوية في اليوم كده نص ساعة ولا حاجة المشي مهمة قوي لحاجات كتيرة جدا 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 لأن احنا نخسل نزابة مستوى السكر نزابة مستوى الكوليسترول نقوي عظمنا نقوي وندعم الحالة النفسية بتاعتنا كمانا دايما القاعدة ودردشة معاك مفيدة ودايما منسعد بوجودك معنا في البرنامج من جهنا وقتنا خلص يدينا وإن شاء الله نشوفك على خير في حرقات جاية بشكرك على وجودك النهار ده معنا جزيلا شكر كلك زوء تسلم يا كريم مرسيك وأكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي خانات الأهلي في كل مكان في العالم إن شاء الله انعشنا وكلنا عمر يتجدد لقائنا ونشوفكم على خير بكرة بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة